التساقطات المطارية في مدينة روسو تجلب معها الكثير من المنافع لأصحاب الورشات المختلفة هذا الانتفاع حاصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة ففي هذه الفترة يقبل الكثير من أصحاب السيارات التي تعطلت بسبب مياه الأمطار في مدينة روسو على أماكن إصلاح السيارات فتكون وجهتهم نحو ورشات إصلاح السيارات فتتنوع الخسارة وتتعدد الأشغال وهو ما يجلب المصلحة المتبادلة لزمان الصحاب ياسر يحصروا في الموهر موهر صحاب ياسر يحصروا وتات صرتوا لزرقان لوتا إيرتريك دخلوا بوشات موهر انشكتيرات إيرتريك لذلك خسرتوا لا موهر عبور السيارات من هذا الطريق الذي تجمعت فيه المياه ليس سهلا فقد يسبب أعطابا في السيارة تستدعي انتهاء الرحلة عند ورشات الإصلاح التي يقوم أصحابها بالبحث عن المشكلات والأضرار سعيا لأرضاء الزبناء وحرصا على إنهاء المهمة في الوقت المحدد نأتي لخريف موهر ياسر يحصروا من خصائر كيف الكاردان والمايو والتريه يكونوا بهم الماء المدينة حقيقة لا أبدالها من أن نعرف لشي من ناحية الصرف به الماء في ياسر يحصروا للوتاة وفيهم موهر يحصروا للشعب نختاروا البلدية والله بعض الناس معنية بهذا تعاوننا بهذا تقلعنا ذلمه وتعاوننا من صرف صحيح سليم الإصلاح بالنسبة لهن ما هو وعر في الناس قالوا ما هي حتى عطايا للفضل يقيرهم من اللي معنى وعرين ما على الله معنى وعرين نظر الله أن الناس يصلحوا وتأتمتوا كافينا ذلك قد تتواصل أعمال إصلاح السيارات في هذه الورشات لفترة من الوقت بسبب تجمع مياه الأمطار في باحة الورشات وهو ما يتفخمه زبناؤهم أحيانا تواصل ورشات إصلاح السيارات أعمالها وسط هذه الأجواء ويأمل أصحابها أن يتفخم زبناؤهم الظروف التي تحيط بهم لإصلاح الأعطاب التي تسببت فيها الأمطار التي تسقطت على مدينة روسو لقناة الموريتانية محمد بلال مدينة روسو